اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا يملك منظومة أخلاقية وأن الملحد بناء على ذلك هو إنسان بلا أخلاق وأنا هنا سأفند هذه الإدعاءات وأضحضها بالدليل العقلي الواقعي المنطقي فدعونا أولا نتعرف على ما هي الأخلاق بصورة عامة وفي الإسلام أيضا طيب الأخلاق هي منظومة قيم يعتبرها الناس بشكل عام جالبة للخير وطاردة للشر وهي ما يتميز به الإنسان وعن غيره وقد قيل عنها أنها شكل من أشكال الوعي الإنساني كما تعتبر مجموعة من القيم والمبادئ تحرك الأشخاص والشعوب هي مجموعة من القيم والمبادئ تحرك الأشخاص والشعوب طيب كالعد والحرية والمساواة بحيث ترتقي إلى درجة أن تصبح مرجعية ثقافية لتلك الشعوب لتكون سندا قانونيا تستقي منه الدول الأنظمة والقوانين وهي السجاية والطباعة والأحوال الباطنة التي تدرك بالبصيرة والغريزة وبالعكس يمكن اعتباره الخلق الحسن من أعمال القلوب وصفاته تمام ده يعني مفهوم الأخلاق هي مجموعة من القيم والمبادئ التي تحرك الأشخاص والشعوب وضرب عليها مثلا بالعدل والحرية والمساواة تعالي نشوف الأخلاق في الإسلام بص بق طبعا مواضيع تعبير الإسلام على طول مواضيع تعبير الأخلاق هي عنوان الشعوب قد حثت عليها جميع الأديان وماذا بها المصلحون فهي أساس الحضارة وسيلة المعاملة بين الناس وقد تغنبها الشعراء في قصائدهم ومنها البيت المشهول لأمير الشعراء أحمد شوقي وإنما الأمم والأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا وللأخلاق دور كبير في تغيير وقع الحالي إلى العادات الجيدة يعني يابد غير وقع السيء للعادات الجيدة لذلك قال رسول الله صلعا إنما بعثته لأتمم مكالم الأخلاق يعني محمد قال أنا والله يا ربنا بعثني عشان أتمم مكالم الأخلاق لا أكتر ولا أد فبهذه الكلمات حدد الغاية من بعثته أنه يريد أن يتمم مكالم الأخلاق في نفوس أمتي والناس يا جمعي وريد البشرية أن تتعامل بقانون الخلق الحسن الذي ليس فوقه قانون إن التحلي بالأخلاق الحسنة الأخلاق الحسنة زي السابي وخطع الطرق وكذا والبعد عن الأفعال الشر والأثان يؤديان بالمسلم إلى تحريط كثير من أهداف النبيلة منها سعادة النفس ورضاء الضمير وأنها ترفع من شأن الصعبة وتشيع الألف والمحبة بين أفراد المجتمع المسلم وطريق الفلاح والنجاح في الدنيا الأخير فالأخلاق الإسلامية هي الأخلاق والأداب التي حث عليها الإسلام وذكرت في القرآن الكريم والسنة النبوية اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل البشر خلقا لقول الله عنه أو لقوله عن نفسه يعني من تأليفه وأنك لعلى خلق عظيم يعني شوف هو ربنا بيمدح محمد هو أصلا محمد المقالي في القرآن فمحمد بيمدح محمد يعني شوف هو بيدي بمطر نفسه محمد هنا في اللقطة دي عمل زي اللي بيحط بوست ويحط نفسه لايك وأنك لعلى خلق عظيم المهم بص بقى الحتة الظريفة دي بيقولك إيه الاختلاف بين الأخلاق الإسلامية والأخلاق النظرية مصدر الأخلاق الإسلامية هو الوحي ولذلك فيها قيمة ثابتة ومثل علية تصبح لكل إنسان تصبح لكل إنسان أخلاق الإسلام بصرف النظر عن جنسه وزمانه ومكانه ونوعه أما مصدر أخلاق النظرية في العقل البشر المحدود تمام أو ما يتفق عليه الناس في المجتمع اللي هو العرف يعني ولذلك فيها متغيراً مجتمعاً لآخر ومفكر إن الآخر ده الطبيعي يتوباً متغيراً تمام؟ زي ما هنبين مصدر الإلزام في الأخلاق الإسلامية وشعور الإنسان بمرقبة الله عز وجل لها أما مصدر الإلزام في الأخلاق النظرية فهو الضمير مجرد أو الإحساس بالواجب أو القوانين الملزم طيب يعني بعد هذا العرض دعونا نبال عدة نقاط أول نقطة الإسلام هو اعتقاد وجودي وقانون ملزم وتقوص وعبادات هذا القانون ملزم يسميه المسلمون الشريع الإسلامي وهو مفروض بقوة الوحي وليس ناتج عن المنظومة الأخلاقية كما جرت العدد بينما الإلحاد هو اعتقاد موجودي فلسفي لا تضمن قانون ملزم مفيش قانون ملزم ولا شريع للإلحاد ولا تقوص ولا عبادات مفيش تقوص على عبادات أنت بتؤديها كملحد أو لدي فهو خارج عن نطاق الأخلاق نحن نتكلم عن دائرتين منفصلتين الإلحاد والأخلاق الإلحاد يتكلم في مبحث الأنتولوجي والفكرة الفلسفية وهل يوجد إله أم لا الأخلاق بتتكلم عن مجموعة من القيم والمبادئ التي توجد قوة عليا تفرضة على الناس وهو ليس دين فالإلحاد ليس دين لذلك يحاول المسلمون بعقولهم البداية تقطير الإلحاد في إطار ديني لقرنوب الإسلام دائما المسلمين بيحاول يحطوا الإلحاد في إطار ديني يعني أنه يخلوه زي الدين كده عشان يعرفوا هجموه وقرنوب الإسلام وهو الإلحاد ليس دينا زي ما احنا قلنا فالإلحاد ليس له علاقة من قريب ولا بعيد بالأخلاق ولا يوجد ما يسمى أخلاق إلحادية في حين أنه يوجد أخلاق إسلامية مستنبطة من النصوص الإسلامية يعني ما عنديش نصوص إلحادية يستنبط من الأخلاق تمام فالإلحاد ما تجيش تقول لي الإلحاد بفوش منظومة أخلاقين ما ده طبيعي لأنه ده فكرة فلسفية وجودية ليس له علاقة بالأخلاق ولا من قريب ولا من بعيد ولا بالسلب ولا بالإعجاب تمام دي النقطة الأولى بينا أن المقارنة أصلا خطأ اللي هي أن المنظومة أخلاقية من الإسلام ومن الحد خطأ لأن الإسلام آه في منظومة أخلاقية لكن الإلحاد بفوش منظومة أخلاقية وده طبيعي لأنه فكرة فلسفية وجودية النقطة الثانية بالرغم من أن الإسلام يدعو لعدد من الأخلاق الحميدة مثل بر الوالدين ما مش للإسلام كله شر يعني مثل بر الوالدين واحترام الكبير وأداء الأمانات والإحسان إلى الجار ولكن أصول وأسس المشترك الأخلاق الإنساني يفتقدها الإسلام مثل العدل والحرية والمساواة يعني يعني الإسلام بيدعو لبعض الأخلاق الحميدة بر الوالدين واحترام الكبير وعطف على الصدير وأداء الأمانات والإحسان إلى الجار لكن فيه مشترك أخلاق إنسانية اشترك في جميع البشر تمام أصول وأسس هذا المشترك يفتقدها الإسلام غير موجودة في الإسلام أصلا أو الإسلام يتعارض معها اللهم إيه العدل والحرية والمساواة فلو وجد عدل في الإسلام بين الرجل والمرأة والحر والعبد والمسلم وغير مسلم كل واحد فيهم ليه أحكام مختلفة صح؟ يعني المرأة دي ييتها نصف دية الرجل تمام والحر قتله بيستوجب القصص العبد بيستوجب الدية والمسلم له أحكام والكافر له أحكام تمام فما فيش عدل هنا بقى تاني حاجة الحرية يقيدها الإسلام ويتدخل فأدق تفاصيل حياة الإنسانية هتحدكت الله عن كلمة الحرية دي في القرآن ولا في السنة مفيش حرية إسلام مبني على الاستسلام أو الاستعباد أنت بتستعبد نفسك لكائم ما ورايه ده هو الله أنت بتستعبد نفسك لمحمد من الآخر أن كان ما ورايه ده مش موجود أنت بتستعبد نفسك لمحمد ونصوصه وكلامه فالحرية يقيدها الإسلام وتدخل فأدق تفاصيل حياة بتدخل في تفاصيله أنت بتمارس الجنس مع عمراتك إزاي بتخش حمام إزاي أنت فاهم؟ ويفرض عليه عقوبات كمان يعني هو قيد حريته ويفرض عقوبات لو خلف هذه التقييم فالله عدم موجود حرية سياسية في الإسلام ولا حرية رأي ولا حرية معتقد الإسلام فوش حرية سياسية فاشل الناس تنتخب من يوسلها ليحكمها لا في مجموعة مصغرة أسماء أهل الحل والعقد هم بقى شريخ الشريعة الإسلامية والأغنياء ومثل وكده دول هم اللي بيختاروا شخص يحكم الباقي ده بقى بيأكل على فاهم ملوش رأي انت فاهم ولا ليه حرية ولا حرية رأي في الإسلام فيش حرية رأي أي حد بقول رأي مخلف محمد كان بيقتل الله مش محمد قال لهم واختلهم ولا وتعلقوا بأسطر الكعبة عشان كان لهم رأي مختلف عن رأيه صح ولا مس صح وخطر المقرفة دي ليه خطر الكعب ابن الأشرف ليه هو بيقتل لايه حد مخلف ليه في الرأيي لإسلام مفوش حاجة اسمها حرية رأيي ولا حرية معتقد في واحد بقى متنطع مسلم يطلع يقول لك طب ما هو الإسلام بيسيب المسيحين هو المسيحين كانوا عايشين وسط المسلمين كانوا عايشين بيفاعوا جهزية وهم صغرون زي ما بيقولوا انت فاهم دي مش حرية معتقد لما جانا اقول لك يا تسلم يقتلك يتدفع عائتاوة مالية يبقى دي حرية يعني انت شاف ان دي حرية لا ده اكراه بس متعدد الاختيارات يعني اجبار بس على اختيار من ثلاثة تمام واحلاهم مر يعني ان هو الجزي المساواة كذلك الاسلام لا يساوي بين الناس ويقول لك محمد قال الناس سواسيك اسنان المشط اما ليش دعوا بيقولكوا الصم ايه موبيل حاجات وبيعمل حاجات تانية مختلفة يعني يقولك ان الله اموركم ان تؤدوا الامانات الالاو ويحلافف اه اطع الطريق على قفر القريش وسرقها انت خبالك تفيني الامانات هنا بقى وقدوا الالاو الصديق الامين مبتاعه في المساواة غير موجودة في الاسلام بين الحر والعبد يعني فيه مساواة بين الحر والعبد في الاسلام لا بين الرجل والمرأة لا من المسلم وغير المسلم لا صح؟ فمفيش مساواة فقول الاسلام اصلا يفتقد الاصل والاساس بتاع المشترك الاخلاق الانساني اللي هو العدل والحرية والمساواة اللي بيتطفق عليكم كل بشر لو انت رحت سألت اي بني ادم في الدنيا مفروض يقولك على العدل والحرية والمساواة دول اشياء كويسة ولا اشياء واحشة اقولك اشياء كويسة اكيد تمام؟ انت لو رحت سألت المسلم هيقولك اه اشياء كويسة عند الطبيق بقى الاسلام ضد العدل وضد الحرية وضد المساواة هي نصوصه مبنية على كده نصوصه عنصرية اقصائية تفرق بين الرجل والمرأة والعبد والحر والمسلم وغير المسلم فهو اصلا مفتقد للاساس الاخلاقي يعني هو دين ده اخلاقي اصلا في الاسلام عقيدة فاشية عنصرية اقصائية نقطة الثالثة الاخلاق نسبية لكل زمان ومكان ومجتمع بينما هي في الاسلام مطلقة فالاخلاق تتطور بتطور مجتمع فما كان اخلاقان بالامس ليس اخلاقان اليوم يعني انت بالامس كان فيه سبايا وجوار لكن دلوقتي ده لم نفعش صح ولا اخلاقان ولا قانوني ليه لان الاخلاق بتتطور طب ليه الاخلاق بتتطور لانها مرتبطة بالمجتمع الذي يتطور ايضا لكن ايه دليل فشل بقى الاخلاق الاسلامية ان هي ايه مطلقة وثبتة لانها مطلقة وثبتة ونزلت من 1400 سنة او كان صالحة مثلا من 1400 سنة ودليل فشل منظومة الاخلاق الاسلامية هو اهمال وترك المسلمين لاحكام العبيد والجواري والسبي والربا وتعدد الزوجات والجهاد والجيزي دليل ان منظومة الاخلاقいる الاسلامية فشلة وفشلت إن المسلمين اهملوا وتركوا وتخلوا عن كثير من الاخلاق الاسلامية من احكام العبيد والجواري ومن موسلمين بتطبقوا احكام العبيد والجواري دلوقتي لانه لاخلاقية طب ما ايه مانطصة عليها في الاسلام وفي القرآن يبقى القرآن لا اخلاق يبقى صح شفت ان الاسلام مفتقد اصلا اساس الاخلاقي عشان يبقى لي منظومة اخلاقية منظمة اخلاقها فاسدة. اخلاق فاسدة. مجموعة صغيرة من الاخلاق الجيدة وسط طفان من الاخلاق السيئة. طب احكام العبيد والجوارب ما بيطبقاش ليه? لا اخلاق ايه. السابي ما بيطبقاش ليه? لما احنا حاربنا اسرائيل ما خدناش نسوانهم سابقة ليه? عشان ايه? ده لا اخلاقي. طب الربا كان محرم. ولا اخلاقي ايه من الاسلام. طب لا كل الناس بتعامل بالربا. ليه? لان هو اخلاقي دلوقتي. لان الاخلاق تطورت بقى. خلاص البنك ده يا با شاب انت بتروح تحط فلوسك في البنك. بيديك ربح عليها مسلا 10% واحد تاني بيروح ياخد قرض من البنك بيروح البنك بيدي له فلوسك. تمام? واخد منه فايدة 15% البنك بيكسب 5% ده. ده بيدير عجلة الاقتصاد المعاملات الربوية ومعاملات البنوك دي. اساس اي اقتصاد ولا غنى عنها اصل. هنرجع بقى نتعامل بقى بالمقايدة ولا ايه? وانت تديني بيضا انا تديك ساندويتش. متعدد الزوجات. اغلب المسلمين اللي يعددون الزوجات الان. تمام? وفي دول ممنوقة فيها تعدد الزوجات. زي كان تونس انت خبلك. لان هو لا اخلاقي. وكذلك الجهاد الطلب اللي احنا لنا دلوقتي ما نروحش ناخذو الدول. عشان ده لا اخلاقي. طبعا احنا مش بنعمل كده عشان مش هو لا اخلاقي. احنا اولاد دين كلب. احنا بنعمل كده عشان احنا نضعفه. انت فاهم? احنا نضحق على نفسين. يعني نضعفه وعارفين ان احنا لو رحنا ناخذو ايه دولة هنكل على افادة. تمام? فايه بنعمل فيها بنكل مستهبلة بقى. ونعمل فيها ان ده الاخلاقي. ان ده الاخلاقي. ان ده الاخلاقي ضد الموطنة صح? وضد المساوية والعدل والحرية. اللي هي اسس المشترك الاخلاق الانساني اللي قلنا عليه. اللي هي مش موجودة في الاسلام اصلا. تمام? فالاسلام لدي منظومة اخلاقية. انا متفق معك. منظومة اخلاقية فسدة. فحشة كمان. وفشلة. ودليل فشلها ان المسلمين تخلوا عن جوز كبير منها دلوقتي. تمام? النقطة الرابعة. الالحاب مارين. فهو يستطيع الوجود في ظل اي منظومة اخلاقية. تمام? يعني يستطيع الوجود في ظل اي منظومة اخلاقية او عرفية لانها ليس مرتبطا بها. تمام? يعني ايه? انا ممكن ابقى ملحد. يعني اعتقاد انه مفيش الله وبلح وكده. لكن منظومة الاخلاقية بتاعتي ما باني مسلا على جزء منظومة اخلاقية بتاعتي. على جزء من منظومة اخلاقية اسلامية. مع انها ملحة. ها يعني عندي غيرة كده وخلي مراتي تلبس. اه لبس طويلة وبتاع. مسلا. انت فاهم? شفت بقى? اللي الحد ملوش داعب الاخلاق يركب معايا اخلاقها ماشا. انت ممكن تبقى مولحدو لك اه بعض الاخلاق الاسلامية. فيش مشاكل ايه. فالالحب مارين. ليه? موديولر كده. للحد اصلا ملوش داعب الاخلاق. للحد ده فكرة اقولنا موجودية انتولوجية فلسفية بتتكلم عن موقفك من وجود اله او لا. والاديان دي بشرية ولا لا. بس واكتر ولا ليه كتب اه دينية ولا كتب مقدسة ولا شريعة انت فاهم? ولا تقوس. يعني انا كمرحب مثلا مش مطلوب مني ان انا انا اطاب مثلا تلب مرات في اليوم. والله رأس تلب مرات في اليوم كتقوس. لا. نقطة الخامسة. المقارنة الصحيحة اه تكون اه بين منظومة الاخلاق الاسلامية ومنظومة الاخلاق الانسانية العالمية. التي اقارتها مواثيق ومعادات الامم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي ودستير الدول المتحضرة. دي المقارنة بقى المفروض التي تتعمل. دي المقارنة المفقودة. انت اتقارب بمنظومة اخلاق الاسلامية ومنظومة الاخلاق الانسانية العالمية بقى التي اقارتها مواثيق الامم المتحدة بقى من صح حقوق المرأة وحقوق الطفل ومواثيق حقوق الانسان. واللي عملتها منظمات مجتمع الدولي ودستير الدول المتحدرة ومتقدمة لان مش معقولة كل دولة يعني ما بفهموش وانت يعني قصمك انت اللي بتفهم يعني يعني كل دولة معقولة مش معقولة كل المنظمات والمؤسسات والدول الكبرى والعظمة دي يعني اتفقت على ان دي على منظومة الاخلاق دي الانسانية دي وانت صح فتعال نقارن بقى المنظومتين المنظومة دي منظومة الاخلاق الاسلامية ومنظومة الاخلاق الانسانية المنظومتين مع بعض طيب في منظومة الاخلاق الانسانية حقوق المرأة في المقابل دي في منظومة الاخلاق الاسلامية لا اضطاد واستعباد المرأة ضرب المرأة تزوجها وطفلة تمام زواج القصرات تمام منعها من العمل وكثير من الأشياء ده المقابل بتاعها شفت الطرد شفت إن الإسلامة مفوش أخلاق إزاي حقوق الطفل مثلا منظومة الأخلاق الإنسانية بتنص على حقوق الطفل طيب فمنظومة أخلاق الإسلامية ضرب الأطفال صح؟ علموه في سبع ضربهم في عشر هو بيقولك اضربهم تمام يعني في نص بيقولك اضرب أولادك بغض النظر عن تضربهم ليه هو الضرب ده في حد ذاته خطأ أصلا نفعش تضرب أولادك وغسيل بقى أدمغتهم برمجتهم بقى إهدار طفلتهم وتدمير عقلهم من طفلتهم ببرمجتهم بالنصوص الإسلامية وتحفظهم للقرآن والأحاديث المحمدية تمام والشريعة الإسلامية فتدمير بقى عقلهم من الطفولة تمام بلغت بقى ما يكبر بقى زينا كده ويكتشف بقى ان هو ايه ان أهله غسلوا بماغهم طيب حقوق الإنسان اللي هي بقى ايه حرية الرأي حرية العقيدة العدل الاجتماعي تمام طيب حرية الرأي لا مفيش حرية رأي في الإسلام المقابل وفي حرية الرأي يبقى حد الردة والكفر والتعذير وطاعة الحاكم مفيش رأي بقى انت فاهم؟ يعني الحاكم ده على فكرة حاكم مسلم ده ممكن يجلدك لأي سبب يجي في دماغه انت فاهم؟ يعني الشرع الإسلامي يميدي له عقوبة اسمها التعذير ممكن يعني انت تقول ايه حاجة ما تعجبوش يعجيبك جلدك فاضلا عن حد الردة والكفر والتكفير وكده كمام؟ حرية العقيدة في المنظومة الأخلاق الإنسانية قابلها ايه بقى في المنظومة الأخلاق الإسلامية الجزية والاحتقار وهم صغيرون وعاملة المسيحيين وغير المسلمين انهم مواطنين من درجات تانية طيب حتى العدلة الاجتماعية اللي هي ايه موانصوص عليها في منظومة أخلاق الإنسانية مقابلها عند المسلمين اللي بقى دي تكلماتك خطاب وبتاع وحكمت فعدلت ففلقست فبعبزت فمش عارف ايه انت الفاروق وبتاع طيب اكتر دول العالم فسادا ماليا من عهد عثمان بن عفان الى ومنها هزا هي الدول الإسلامية واكثرها رشو واكثرها كوسا ووصايت يعني انت فاهم ورشاو انت خبلك وفاساب مالي وإداري وحكم لصوص بينهابوا بلدهم طبعا يعني غني انا التعريكيش محتاج ولا انا محتاج اترح لكم وحكمكم كلهم حرمية انت عارفين كده كواس جدا انت عارفين من كده اللي منجودين دلوقتي اللي كانوا قبل كده ولا قبليهم واللي قبليهم وانت نازل بقى تمام الفحات مفيش عدالة اجتماعية يا صورة 25 انار دي يعيش حبريحة لها لها لاجتماعية فين لها لاجتماعية تمام منظمة الاخلاق الانسانية الدموقراطية قدامها ايه بقى اهل الحل والعقد وطاعة الحاكم فيش دموقراطية وباسلم لي عليها لما تشوفها اهل الحل والعقد كم واحد كده حوالين يعني اللي هم رجال الدين ورجال الاعمال وكده هم بيختاروا شخص وبتاع ويقدموا للناس الناس تبايعوا خلاص بقى فيش بقى ولا انتخابات بقى ولا فوتينج ولا كومبيتيشن ولا اي من المتاج انت فاهم وطاعة الحاكم بقى لو جلت ظهرك واخذ مالك ونط عليك وبتاع ما يلاقي جوز لك الخلوج على الحاد دموقراطية دي طيب منظمة الاخلاق الانسانية بتكلمك عن المواطنة تمام طب المقابل بتاعك منظمة الاخلاق الاسلامية ايه التفرقة على اساس الدين صح يعني المواطنة دي اح انت مصري معاك بصمور مصري يا بشا معاك بطاقة مصري انت مصري مفروض كلنا سابق كده لا المعاملة بتختلف ونعنى عن مكتوب في البطاقة دي مسلم ولا نمسيها ومن قمة التخلف والانحطاط ان احنا لازلنا الى يومنا هذا في مصر مش عارفين نحزف خانة الديانة من البطاقة الشخصية لازم بطاقة شخصية كده مسلم انا بطاقة مكتوبة مسلم وانا ملحد زي ما انت شايف كده عدو الله رسوله ونضرب نرع على ربنا ومعاور ببريف وش فما فيش مواطمة منتهية تفريقة على اساس الدين والعرق احيانا يعني النبيين برضو النبيين عشان هم صمر بيشغلون في الوظائف الوضيعة وبيعملون معاملة سيئة تمام تلاقيه سواق طباخ بتاع طيب العلمان اي منظومة اخلاق الانسانية اللي هو فصل الدين على الدولة طبعا منظومة اخلاق الاسلامية هي فرض الدين على الدولة بالاكرار بالاكرار انت فاهم يعني فرض الدين على الدولة بالاكرار على تطبيق الشريعة بالعافية عن الناس انت قبلك فيش بقى فصل بين الدين والدولة طيب منظومة الاخلاق الانسانية بتقولك ايه منظومة قانونية عادلة من حقوقك من حقوق الإنسانية طيب انت عندك قوانين بتحرد على المرأة بتحرد على الأقليات وبتهدر حق الفقراء وكلها مبداية على الإسلام والشريع الإسلامي طيب منظومة أخلاق الإنسانية بتقولك حقوق الحوال منظومة أخلاق الإسلامية يقعد يقولك بقى الرسول وكان القطة وبتعوى بيحطنا درايفود والقطة وبهريرة وبهريرة طب في الآخر المسلمين لو يقعدوا يقعدوا زي قبائل البدائية في الشارع بيمسكوا الحوالات يقعدوا بقى قدام بعض انت فاهم؟ وتلاقي الشارع كلها مليانة دم وأنا أعمل فيديو كامل على الموضوع دا اسمه عيد الدم وبأشوف كده تلاقي واحد حاطة كاف في إيده بدم كده انت فاهم؟ فزبح الحوالات في الشارع فين الحوالات بقى هنا واحد يقولك تماما بره يا حبيبي بره أول حاجة ما بيبعاش في الشارع إذا قبائلها ما جاء كده انت فاهم؟ ثاني حاجة ما بيقلموش الحيوان نفسه ما بيبعاش قدام بعض ثالث حاجة ما بيبعاش أصلا وبالصعخ الكهربائي وأحسن وسيلة ليه انت فاهم؟ انت شوف حتى سلوك الأطفال والعائل الصغرى لاقوا التولع في دلها حد دفوا بايه لاقوا كلب حد دفوا بالطوب أطفال حتى في البلاد الإسلامية متخلفين عقلية ميتربين على إن الحيوان دا حاجة كده ما لايس لها قيمة بره الحيوان دا قصة يعني ممكن تيجي عربية مطافي عشان تنزل قطة من على شجر انت فاهم؟ يعني ممكن تيجي عربية مطافي مخصوص في أمريكا وأوروبا عشان تنزل قطة من على شجر تلق على شجر مش عارف تنزل لكن انت هنا تتحرق عندك كنيسة مثلا موت في 40 واحد ليه عربية مطافي لما ما جاتش غير بعدها بساعة انت فاهم؟ ده الفرق بينك وبينه يعني انت لو مش شايف الفرق دا انت في مشكلة كبيرة طيب حقوق المثليين تمام؟ من الحقوق منظومة الخلق الإنسانية المثلي دا مش بني آدم هو ولا كلب بلدي بني آدم هو بيستمتع بالجنس باسلوب ما الاسلوب دا بالنسبة لك هو حرام دا موضوعك لا انت في الإسلام بقى بتقتلهم تقتلهم وتحرض عليهم وترهبهم مجتمعي لغا ما تدفعهم من انتحار زي صارح جازي لروحها الخلود يعني لذكرها الخلود تمام؟ في حيث ان المثلي دا مان آدم زي وزي كماشا هو يعني استصارته الجنسية بتجي بطريقة أخرى انت مالك انت بتشغل نفسك بطيزل ناس لي بتشغل نفسك بتيزك انت فاهم؟ بس الإسلام طبعا بيضع أنفو في كصوم كل حاجة فما فيش انت فاهم؟ طيب النقطة السادسة احنا طبعا هنا بينا بقى الفرق الشاسع بين المنظومة الأخلاقية الإسلامية ومنظومة أخلاقية الإنسانية ودي بقى المقارنة اللي كما فردت عمل لان انا ملحد بتتبع منظومة الأخلاق الإنسانية دي لان الإلحاد ما فروش منظومة أخلاق دا حاجة ما طلبنا تقص منه لان هو أصلا مش موضوع مش الوبجيكتب بتاعه ان هو دور على أخلاق الإلحاد الوبجيكتب بتاعه ان هو بيتكلم فيه إله ولا ما فيش إله؟ والأديان الموجودة دي بشرية ولا لأ؟ بس لكن هو يركب بقى هو وانا موديولر ياركب بقى مع منظومة اخلاق الانسانية طلع لك انسان محترم. صح ؟ طلع لك انسان محترم لما تركب الملحد مع منظومة اخلاق الانسانية طلع لك انسان محترم. لكن ملحدين جدا يجرم زي ستالم مثلا انت خبالك او غيره انت خبالك او بول بوت انت فاهم يعني ان هما كانوا قدام ان هما اتهمونا عملت الفيديو او ردت عليهم افهمتهم اللي هو اجزوب الجرام الملحدين دي انا مالي يا عمى ملحد عمى حاجة انا مالي انا مبتجمعنيش باي ملحد غير ان هو مش تريك معاك فكرة انه مفيش الان وان الاديان دي بشري بس كل شيء تاني ممكن يكون مختلف بينه وبينه ممكن يكون حرامي وهو شريف ممكن يكون قاتل وهو بريد ممكن اي حاجة انت فاهمت يعني ان بلاش يعني المسلمين ده بجمع بالقرطة كده انت فاهمت والتعميم ده علامة الجهلاء يعني انت فاهمت ببين قدامك ده جاهل اللي هو التعميم ده يروح سابق غير حاجة على الناس كلها ده النقطة السادسة الملحد يتبع منظومة الاخلاق الانسانية العالمية التي رصخت في ضمير الشعور الشعوب في ضمير شعوب العالم المتحضر وفي الضمير الانساني تمام فمما سبق يتبين يعني انت طبعا انت ايه الملحد بتتبع ايه منظومة اخلاق الانسانية العالمية اللي هي رصخت في ضمير الشعوب يعني والشعوب العالمية المتحضر طبعا لان شعوبنا اللي هي متخلفة دي رصخت في ضميرها الشارع الاسلامية لا تربط عليها لكن الملحد تبع منظومة الاخلاق الانسانية العالمية التي اتفق عليها كل بشر التي تحمل القيم التي قلناها من حقوق انسان حقوق مرأة لحقوق طفل لحقوق حيوان انت خذ بالك لديمقراطية لعلمانية لحرية رأيية لحرية التعبير وما شابه طيب مما سبق يتبين ان المنظومة الاخلاقية الاسلامية فاسدة وانصرية وقمعية ولا تصرع لزماننا الحالي وان محاولة تطويرها لا تجدي نفعا يعني حتى محاولة تطوير منظومة الاخلاق الاسلامية دي لن تجدي نفعا ليه بقى ستظل مليئة بالقصور لان انت دلوقتي تركت جزء منها الوسابي والجواري والعبيد والجهاد والربا والمش عالف ايه لكن لسه فيه اشياء كثيرة بقى هنقد نصلح بقى فيها عشان نصلح دول قعدنا الف ربعون سنة عشان نصلح البقين بقى هنقد الف ربعون سنة كمان العالم مش هستنانا ما فيش وقت المساحة للكلام ده وان المنظومة الاخلاقية الانسانية العالمية هي الارقة والمناسبة لزماننا الحالي ولطبيعة الشعوب والمجتمعات المعاصر يعني القوانين بقى والعراف الاسلامية دي انت فاهم والاخلاق الاسلامية دي خلاص بقى يعني غير مناسبة لزماننا حتى اللي هي اخلاق الاسلامية كلها بتدور حوالين الجنس خلاص انتهى موضوع الجنس اللي هو بالصورة الاسلامية ده الناس كلها بيتمارس الجنس مع ان ده 13-15 سنة ده بقى في العالم العربي حتى والعالم النطق باللغة العربية تمام خلاص انتهى الجنس ده الجنس ده ازل الاكل كده ايه المشكلة يا انت فاهم ما اي حد يمارس مع اي حد الجنس ايه القضية يا انت اخو بلك لكن هو طبعا الاسلام بيتدور حوالين الموضوع ده لان هو بيسلع المرأة وبيعاملها كعائرة تباع بالمال مقابل يعني فيما يسمى الزواج يضعاره يعني زيادة عادي الزواج ده عادي تضعاره انت بتجيب واحده مبارس معك جنس ايه مقابل مالي وفي ايه ايه اه اوبشن زيادة ان انت بتجيب مناعه بس بده الجاز انت اخو بلك في يعني المنظومة الخلاقية الاسلامية كلها بتدور حوالين الجنس ومنظومة منغلقة ومتخلفة او لا تصلح لزمانها وملئة بالمثاليب والعيوب وبينها. ولا تصرح لزماننا. فيجب انقرها كلية منظومة الاخلاق الاسلامية دي. وان المرأة تلبس كيس زبالة وان بنش منها غير مش عارف عينيها ولا وشها وقيدها. انتهى الكلام ده. الكلام ده يعني تخلف يعني. دي مش اخلاق. ده مرض نفسي وعقلي. انت فاهمي يعني ده مرض نفسي وعقلي. طب ما انت المحجبة اللي عندك اللي انت ملبسها كيس البتاع دي بتروح تنمع رجالة برا. خمسين في المية بالمحجبات المصريات المتزوجات بيمرسوا الجنس بيخون ازواجهم مع رجالة تانية. استفدت انت ايه من الحجاب. فين الاخلاق بقى هنا. هي المنظومة اسلامية بتصنع النفاق مش بتصنع الاخلاق. بتخلي انسان دابل فيس. انت فاهم بيظهر وجه? بيعيش بوجه? تمام? وبيظهر وجه تاني. عشان كده هو انسان مضطرب نفسيا ومضطرب عقلية. وحياته بتوقت عيسة. ده اللي بتؤدي ليه المنظومة اخلاقها الاسلامية. وان الالحاد سيستبدل الاسلام كاعتقاد وجودي في حين ان منظومة الاخلاق الانسانية العالمية ستستبدل منظومة الاخلاقية والقانونية الاسلامية. وسيتبقى من الاسلام فقط مجرد طقوس وشعائر وعبادات. وستكون مجرد ثقافة لبعض المجموعات البشرية. اما البقية من هذا الدين او المعتقد فستموت وتندثر مع الزمن مثلها مثل ما سبقها من الاديان وافكار القديمة لانها غير مناسبة لزمانها وما كان. يعني خلاصة بتاعت الختمة دي انه بصها باشا الالحاد صنر قلت ارشيت اما بيت ولادك اطلعهم ملحدين وولاد ولادهم اطلعهم ملحدين. تمام؟ والالحاد سيستبدل الاسلام. انت فهم? عايزنا اديك دليل على الكلام ده. شوف احنا في 2022 شوف ان 2012 كانت شكل عامل ازاي او 2010 كانت شكل عامل ازاي. كان الملحدين دول 3 اربعة تنفار مثلا هما اللي في مصر. تمام؟ وما تسمعش حد ينتقد الرسول خالص ولا حد ينتقد خالص وبتاع لغاية مقامل ما ظهر ابو نيا زكريابو اترسوا بعد كده بعدها الدنيا انطلقت صورة 25 ينار اديك شايفه. في عشر سنين تمام؟ ملايين الملحدين المصريين وعشرات الملايين من الملحدين واللادنين ناطقين باللغة العربية والاف القنوات والصفعات على الفيسبوك ملحدين واللادنيين تمام؟ بيهاجمون الاسلام انا الليل اطراف النظر. صح? يعني الموقف بيتطور الاسوأ بالنسبة لكم والاحسب بالنسبة لكم. طب متخيل انت بعد 20 سنة? لا بعد 20 سنة دونت ونختلف تمام؟ انت الخمس سنين الجاية دي هتسمع كلام يتقل على الاسلام في وسائل الاعلام. انت فاهم؟ لم تكن تعتقد يوم ما ما ان هو سوقال كده على الملأ. انت فاهم؟ اصبر بس كده وتقل تاخد حاجة نظيفة. وتقل على المحشي عشان يشرب الماء. تمام؟ فان الحياة هيستبدل الاسلام كاعتقاد وجودي. تمام؟ يعني الناس ايه؟ انا مهمنيش ان هو ملحد يبقى مكتوف البطاقة ملحد. انه ممكن يبقى مسلم بس هو خلاص بقى معتقد ان الايه? مفيش بقى حاجة اسمها رباد الكلام ده خرافات بقى هو بقى امي كان بيقوله خلاص. تمام؟ والمنظومة الاخلاق الانسانية العالمية ستستبدل مضموطة الاخلاق الاسلامية. وهي بتستبدلها حاليا انجاري يعني عملية استبدال دي البروجرس يعني دلوقت ايه شغالها ايه؟ انت فاهم؟ مبتدة حرية الرأي والناس تتكلم على موضوع حرية الرأي وحرية المعتقد. ومشكلة مسلمين يعني ايه متناقضين جدا يعني هم عايزين حرية الرأي. وفي نفس الوقت مش عايزين يده الناس حرية الرأي. يعني هم عايزين حرية رأي ليهم وعايزين هنا احنا كملحيدين ان احنا نبدأ رأينا. انا حرية رأيي ان انا اطلع على عن سلسفي الجدود الهك ونبيك ورسولك وكتابك. دي حرية رأيي عنتي. ده رأيي دي وجهة نظري. دي حرية رأيي. يعني اش معاي ان انت عايز تطلع تشتم السيسي ومش عايز ان اطلع عشم رسولك. واشتم قرآنك وإلهك. حاجة غريبة اوه. ايه الفرق بين الاتنين؟ هتقول لي لا اصل هو القرآني ورسولي مقدسين. لكن السيسي مش مقدس هم مقدسين عندك انت. والسيسي مش مقدس عندك انت. انا بقى الاتنين عندي مش مقدسين. ولا سيسي مقدس ولا قرآنك ورسولك مقدس. اعمل ايه انا بقى انا حر. الله انت مالك انت عم تسمعنيش. لكن انا حر اطلع اقولك انا ده. انت فهم واسخر من دينك واسخر من نبيك واسخر من رسولك واسخر من ايه حاجة. انا حر. ما دي حرية. ما دي حرية الرأي. تطبع تطبع اكل اه اطلع عشتم السيسي وانا اطلع عشت مطرطر على قرآنك ده. انا من حقي. انت فهم? اه كده الديل كده. لكن الديل اللي انت عاست ماشي ده. اللي في دماغك ان انت بقى ليك حرية الرأي. تشتم السيسي وانا ما ليش حرية الرأي ان انا تشتم قرآنك ده في احلامك يا حبيبي. ده انساء ده خلاص ده كان ماضي وراح. قل الزمان يرجع زمان. لكن ده الواقع بقى اللي احنا عايشين فيه ده. انت فهم? فالمنظومة الاخلاق دي بتستبدل الاسلام الانسانية العالمية. منظومة الاخلاق الانسانية العالمية دي بتستبدل الاسلام حاليا. ومع الوقت هتستبدل الاسلام تماما. وجميع اخلاق الاسلام ستندسك. هيبقى انت لو دخلت دولاتي الجامعة فاضية. انت لو دخلت مصر دولاتي الجامعة فاضية. انت مش شفت الامام اللي تلعيه عايات وانزره الى المساجد والجامعة فاضية وبتاع. وبعايات وبشحته وبتاع عليه ولا حاولها قتل بالله. وبدأ الاسلام غريبا وسعوده غريبا كما بدأ. ايو هو رجع غريب. هو كده بالظبط. احسد. انت فهم? هو رجع غريب تاني. انت الجامعة فاضية هيبقى ايش. انت فهم? يعني انت لو تعدي كده جنب اي جامعة ستساطف فجر. لو لقيت عشرة يبقى ليكي الكلام. والعشرة هتلاقي مسلا ان تسعة منهم ولا سبعة منهم. اه رجالة عواجيز طالعين على المعاش ما عصيك. اصلا انا عصرت الموضوع ده لما انا كنت شاب. كانوا تعملنا رجالة عواجيز ده ده من بتلاقوا على المعاش. تمام? يقعدوا في الجامع بقى. انت فهم? وتلهم اغلبهم زباك الجيش. تمام? يقعدوا في الجامعة. فاضي بقى. اهو مالوش كيف في واحد اللي كيف يروحه ضع الاها واضربه حجرين للعاب العشرة الطاولة. لا لا في واحد بقى كيف يروحه في الجامعة. تمام? هتلاقي ايه لو ضع عدتها الجامعة. هتلاقي عشرة سرع منهم رجالة عواجيز كبار في السن. تمام? معديني الستين سنة هو بتاعه هو بيسلي نفسهم اي حاجة قبل ما يموتوا. وامام الجامعة والمؤزن والخدم بتاع الجامعة. هما دول عشرة. طلع لشاب واحد اتحدى ايك. انت فهم? يا باشا انا عايز افاهمك حاجة بس فيه ناس المش متصوراه. تسعين في المئة من الشباب السلفين اللي انت بتشوفهم الاخ الواقورة ابو لحيا الطولة ده الجميل ده اللي هو هو نفسه ذات الشخص تلاقي بالليل قاعد شدد البوكسر يا باشا ونطلع بتاعهم قضية ضرب عشانات على اكس انكس واكس هامستر وبتاع وبرن هاب ومبوز الدنيا. انت فهم? وتلاقي الهارد ديسك بتاعهم مليان افلام سيكس من هنا اليوم الايام. صح ولا مش صح? فخلاص بس الاسلام هيسقط لان هو معادي بقى معادي للطبيعة الانسانية اللي في العصة ده. انت اخذ بالك? فهو يعني خلاص مجموعة الاخلاخ الانسانية بتحل محله والالحدة يحل محله برضو بالناحية التقاضية الوجودية مش هتلاقي القرى ناية فقيرة ومجموعة من القرى والناس كبارة السن وبتاع هم اللي بيتتابعوا زيت تخوص صلق جمعة بتاع ياكلوا بسبوسة في العيد ياكلوا كنافة في رمضان كده يعني لكن الاسلام بالصورة اللي انت متخلق ده هو فعلا زي ما محمد قال لك قال لك بدأ غريبا سعده غريبا. هو بالضبط كده. هو ده اللي بيحصل بلوك ده. بس ده الموضوع اتمنى ان انا كون ردت على المسلمين عشان ده من بيكرروا الموضوع ده زي البغبغانات يقول لك انتو ما عندكوش منظومة اخلاقية وفين منظومتكو الاخلاقية. اتمنى يعني انا اعتقد ان الرد ده رد مفحم ملجم. واتحدى اي مسلم ان هو يرد عليه رد منطقة علم كده بدون شديد. تمام? فانا اتمنى ان انتو كونوا استمتعتوا والفيديو واستفدتوا منهم واستفدتوا منهم يعني واذاكركم مرة اخرى بدعم القناة بالاشتراك في القناة وعمل لايك على الفيديو ان اعجبك ومشاركة الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي. والى اللقاء في الفيديوهات اشتركوا في القناة